اشتركوا في القناة ان هو بيجي فترة من فترات بيقولك احنا عاوزين نشوف نعمل تين جديد قبل ما يجي الوقت عليه نبقى السن كبير ده احنا بنحاول بنخلق كوادر مع النادي الاهلي في الفرقة بالذات عشان خاطر انها لا ما يحسش بالنقص في اللاعبين او بالمواهب والكلام ده علامة او كان موهوب فعلا كنت موهوب بس مين ان صاحب القرار اللي قالك يا علامة احنا كده شكرا يعني هو يعني ايه اللي تقالي او وصلت لك يعني او وصلت لك او وصلت لك ازاي كابت صالح سليم كابت صالح نفسه اول قال كابت صالح هو اللي خد اقض القرار لا مين لوصل لك القرار وصل لي بدأت في الجرايت بدأت كده في الجرايت فيه نيل الاستغناء عن اربع كابت النادي الاهلي رابية وكابتن طاهر وعلاق ميهوب ومحمود صالح انا اعجل حضرتك بمنتهى الامانة انا طعمك مش مسدق يعني شايف اه في الجرايت اسم مكتوب والناس بدأت تتكلم بس انا مش مسدق مش متخيل او ده ممكن يحصل او ممكن يحصل القرار ده عليك ازاي عليا صدمة وحاجة مش متخيلة مش عافز توعبها يعني انا برا انا كانت مشكلة في حياتك كابتن مصطفى ان انا بقى برا النادي الاهلي مباراة فما بالك جالي قرار ان انت برا النادي الاهلي كله برا الفريق برا فالموضوع كان عندي صعب جدا جدا مش عافز توعبه عايز عايز تصرخ اه لا انا يعني عارف انه يكون مخنوق ومش مسدق مش عارف كتير او مش عارف اتخيالها لما قررته في الصحف اقولت كلام جرايد طيب اما رحت النادي اما رحت النادي تقيت فعلا الكلام بدأ يتقال انا عندي احسن مشكلة كابتن مصطفى غير كابتنك اللي كانوا معي نعم خلينا بس في الجزئية دي مش عايزين يبعد عنها ما لا ما هي في الجزئية دي من البلغك اول واحد بلغك كابتن صالح سليم انا عايزكوا اجتماع في المكتب في الزمان المكتب بتاعكم في الزمان اه اه بستة عشرين فروحنا عادنا قلينا يا جماعة النادي الاهلي قرر استغناء عن فلان وفلان وفلان وليكو حرية التصرف اما عايزين مباراة احتزال في النادي الاهلي اول عايز يكمل يكمل واحب اسمع كراراتكم مو انتهى هندوق كده ردتوا عليه قلتوا ممكن ربيع المباراة احتزال نفس الكنان محمود صالح ممكن انا قلت انا هفكر انا هفكر مش عشان حاجة انا هفكر عشانيسي مش مستوع برضو انا تحت بند انا مش مستوع من البيضة بيحصل معاي طار برضو اجل القرار شوية وخرجنا المكتب كابتن صالح عشان اوصل للبيت مش عادف وصلت ازاي ما بدايا هل لما خرجت من مكتب الكابتن صالح كان في فكرك او في تفكيرك بمعنى صح انك عايز تلعب كرة تاني وكان ممكن الكابتن صالح يرجع في كلام ويقول لك على طيب انزل روح على النادي لا 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 خالص ان الكلام يصل حصل معاي بس اما تكمل من الاربع لعبين مش كلهم بقى مين يعني زي مين ممكن مش فاكرهم مش فاكر حد فيهم خالص حتى هل دي كان بداية النادي الاهلي بفكر يشتري لعبها من بره ولكن قرد يشتري لعب من بره كان فيه بس مش كتير كان كله من اولاد النادي الاهلي دي كانت تلميزة في النادي الاهلي ان دايما نشئي النادي الاهلي هم اللي موجودين عطول في الفريق الاول نعم وكان كل سنة كده دايما تلاقي اربعة خمسة بموجودين عطول في الفريق النادي الاهلي لكن انا بعد مخارجة عندك ابتصالح في نفس الحالة روحت روحت مش عارف روحت ازاي والله ما عارف روحت ازاي ومش مستوى بحاجة خالص ومش عايزة مش قادر اصدق انه حصل بل رغم انك ابتصالح يعني بلغنا برضو مش مصدق لا يا جماعة ما نفعش انا كانت عندي مشكلة فيها ابتصال مصطفى انا كان يومي وحياتي كلها مرتبطة بالنادي الاهلي كلنا فمشكلة جامدة طب هعمل ايه المشكلتي انا بنام واصح عشان يعني انا بنام واصح عشان اروح النادي الاهلي عشان اتمرن عشان اتمرن مع الناس اللي بحبها عشان عندنا مواتش عشان عندنا سفرية هو دي محور حياتي فالمحور يومك انتهى وبعدين ده النادي الاهلي فهتروح فين انا عايزة انا كررت عشان مع الناس ايه قرار بقى اللي انتهى اخدته في اللحظة دي بزي في اللحظة دي بعد ما مشيت قلت لأ انا عايزة لعب بس على فكرة مش عايزة لعب فين دي فين دي لسه بس مش عايزة لعب مش عشان عايزة لعب عشان لازمت حاجة ولا انتو غلطانين كلام فرغ طبعا لا احقك طبعا لا 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 اصلا الكلام ده حصل معي انا برضو هحكيه لما تيجي للمخلص كويس فانا قلت انا عايزة انا عايزة لعب انا عايزة لعب عشان انا بحب كرة عايزة لعب كرة مش مش عندك في القرار اتاخد معي خالص انت حس ان انت عندك عاوز وعاوز عايزة لعب انا بحب انا مشكلت في حياتي بحاجة اسمها كرة قطم فديها كانت مشكلتي فالناس قالوا لي طب خلاص ومش خلاص الناس اجعل من وقتش احتزال تسافت حتى ماديا وكده وناس قالت لك تما فكرت سافر المهم كم حاجة كده في الاخر استخريت اني هروح نادي اولمبي ما فكرتش في الزمالك او الاسماعيلي حد كلمني بس قلت لا طبعا في حد كلمني طبعا الناس زمالك نادي كبيره فيه لعيبة كبيرة جدا طبعا هو اساسا نادي كبيره كل حاجة كابتن لا فيه لعيبة كبيرة او بطلت مش بطلت حصل معهم نفس اللي حصلك زي حسام وابراهيم وزي جمال عبد الحميد فيه لعيبة كتير انا لأ استنا قلت بالنسبة لي كانت بقى صعب شوية حتى هل فكرت فيها حساسية شوية مش حساسية اكتر من هي بالنسبة لي صعبة انا بالنسبة لي بتختلف من الشخص الاخر انا بالنسبة لي اتبقى صعبة شوية انا مترابب في النادي اتبقى صعبة شوية لكن بالنسبة لبعض اشخاص طبعا هم الليوم حرية المهم استقرق القرار انا روح النادي الولمبي ايش معنا اخترت الولمبي الولمبي اولا نادي هادي جماهير وما فيش جماهير تحب الهدوء انت لا ما فيش ضغطات عليك عبد الحليم حافظ اه الى جانب في حاجة كان في حوالي اربع لعيبة كانوا موجودين معايا على الرغم كويس قوي كما لو عقوا في المتخب مصر يعني احمد الكاس وايسام فاروق محمد ابراهيم وكان فيه ع اسمان كانت فينك وايسا وقتها وكلمت كابتن جوري كابتن جوري الموضوع كذا 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 قال لي علاء روح كابتن جوري اه محشان في الموضوع ده الفكرة او مره الله حضرتك احنا هنا بنتطلع الجديد او مره الله حضرتك كلمت كابتن جوري كابتن جوري انا كذا 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 قال لي علاء روح كان الكابتن جوري مسك ايه متخب مصر على الروح وأحمد الكاس انت عارف ده أخوك ومش أخوك هل كان بيوديك نادي الأولومبيا عشان تبدأ بموجود معافل المنتخب؟ لا هو دايما كابتن جهري كان أنا كنت مقرب جداً ليه كنت دايما فيه حاجة بكلمه عطوره ده كلنا اه طبعاً يعني فقالي لأروح الأولومبيا كده وشد حيلة والكلام اللي هو التحفيز بتاع كابتن محمود الجهري ده وخلاص